السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر مستجدات قضية بوطيب مع الزمالك تقارير عالمية تكشف الجديد في ملف خالد بوطيب لعب الزمالك الأسبق يملك المهاجم المغربي خالد بوطيب لعب الزمالك الأسبق غرامة على النادي تبلغ حوالي 2.700.000 دولار وذلك بعدما فسخ تعقده مع النادي ورفع الأمر إلى الفيفا ليحصل على هذا الحكم بالغرامة رغم أن اللعب تغيب عن الزمالك دون إذن وهو ما تؤكده إدارة النادي التي توقن بقانونية موقفها ما بعد جلسة الاستماع من بوطيب والزمالك كشفت تقارير عالمية عن الخطوة المقبلة في قضية بوطيب مع الزمالك بعد الانتهاء من جلسة الاستماع بالأمس والتي شهدت حضور اللعب رفقة محميم مقابل طبيب الزمالك الدكتور محمد أسامة ومحمي الزمالك سلفاتوي كان ذلك بمتابعة من المشرف العام على القرى أمير مرتدى منصور عبر تقنيات الفيديو وهكد التقارير أن الخطوة الجديدة سيتم اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة بعد الاستماع من الطرفين حيث ستنظر المحكمة الرياضية الدولية كاس إدعاءات الطرفين وتدرسها دراسة كافية قبل أن تكرر الخطوة الجديدة في القضية في غصون أيام قليلة من مواد جلسة الاستماع التي عقدت أمس